السلام عليكم أخوتي قبل مشاهدة هذا الفيديو لا تنسوش الاشتراك تفعيل جرس والدعم للقناة وصفتنا اليوم هي طريقة لتحضير واحد البريوش على شكل كيك لكي يجي الديد و جد اقتصادي المكونات اللي نحتاج لي فهي جد بسيطة ومتوفرة في كل بيت نحتاج 125 غرام زبدة دايبة و 200 ميلي لتر ديال الحليب دافي و 7 غرام خميرة الخبز حبيبة ورشة ديال الملح ما يعادل 3 غرام و 100 غرام السكر و نكهة سواء فانيه سواء ليمون اي شيء اي شيء يجب ان تنسوش الاشتراك و نحتاج لنحرك هذه العناصر مزيان و 5 دقيق من بعد نجمع الخاليط ديالنا ب 500 غرام ديال الطاحين فعن نقوم بتحضير الطاحين تدريجيا و نقوم بتحضير فالطاحين تحتاج من 500 حتى 550 حسب نوعيات الطاحين و حسب القياس ديال البيضاء مع القياس ديال الحليب لانتو ما درتو المواد السائلة العجينة من طبيع الحل خصا تكون واحد العجينة اللي عادي تكون شوية ارتبة ما تكون شقاسها ضروري تكون العجينة شوية ارتبة و نغطيو عليها و نخلي واحدة تختامر على راحتها في مكان دافي في المطبخ ديالنا و من بعد ما العجين ديالنا كيت تضاعف الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها كيف كتجي فعادي رشو طاولة العمل فاش عادي نخدمو و عادي نحطو العجين فالعجين اللي كان حيدوها من فاش عجنها يعني ذاك الزلافة أو ذاك الصحن ما كان عاودوش نجمعوها بيدنا لا مباشرة كان حطوها كان ديرو الطحين من الفوق و الطحين من التحت و كان خدموها بهذا الشكل حتى سنحصلو على واحد العجين تقريبا ستين على أربعين و عندنا خمسين جرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ اللي كان نصرحوه على السطح ديال العجين و عندنا هنا مكسرات فانا اخذت مبروش ديال اللوز فاخذو اي مكسرات عندكم و عادي نديرو خمسة وسبعين جرام ديال الزبيب العناب اليابس اللي ما فيش لادم و عادي رشو واحد رشة ديال خمسين جرام ديال السكر بهاد الشكل كنحاولو و عندنا هنا جوج باكيات ديال غاني ما يعاديل 14 جرام فكرشوهم بالطريقة متفرقة يعني على السطح ديال العجين كلها و عندنا رشة ديال القرفة بالنسبة لي ما بغاش القرفة ممكن ما يديرهش ولكن في صراحة الله كان عارفوا بان القرفة كان تماشا مع الزبيب و مع اللوز فهاد الخالات كي يجي لديد بزاف و مني كان بدو الفو ما كان كنوش كان ضغطو على العجين كنخليوها على رحتها كيف ما كتشوفو هير بالشوية مشي كان نلفو ونضغطو الا وحنا كنلف الفو ومن بعد عادي نجمعو العجين ديالنا نحاولو هير بطريقة بسيطة كيف ما كتشوفوها كنسويو العجين باش كتجي واحد العجينة متساوية مني عادي نبغيو نقطعوها فهنا عادي نقطعوها وناخدو القياس ديال كلهم يكونوا يعني متساوية وحنا غادين وكان قطعو بهذا الشكل يعني جد بسيطة وكان ناخدو واحد المولي عادي نستفو فيه اولا داك القالب ديال الحلوة قياس ديالو ديال ستة وعشرين سنتيم فهنا قطعناهم على 12 قطعة وكنخليوهم مرة اخرى حتى كي يختامروا فهذا البغيوش ضروري من الاختمار جوش المرات وهنا كناخدو واحد خمسين ميلي لتر ديال الحاليب تقريبا واحد ربع كاس وكنحاولو نسقيو هذا الشنك ملفوق وكندخلوهم على درجة الحفورن ما بين مئة وستين حتى المئة وسبعين إلا كان عندنا الفران اللي في المرواحة ولك الفران هير من الفوق والتحت نديرو من مئة وخمسة وسبعين حتى المئة وثمانين ولك الجاز من طبيع الحال كنديرو جوج حتى الثلاثة مباشرة من كنخرجوها من الفران فكندهنوها بهذا الخاليط دير سكر مع عصير ديال ليمون او لا سكر مع الماء دافي تقريبا خمسين جرام دير سكر مع واحد جوج معالق ديال الماء يا اما دافي يا اما عصير الليمون اي عصير توم ما عندكم وكننغطيو عليها بقى سخونة وكنخليوها واحد عشرات دقيق عاد من بعد كنزولوها من القلب ديالها عاد كيمكن لنا نحطو عاد الحلوة نقدموها فكندجي هاد الكيك او هاد شنك يعني واحد الكيك ولي هاد شنك لي كيجي يجي الديد بزاف ورائع وفصراحة الله يستحق التجربة فهاد الكيك خلاصة القول كيك موطوق وليس منقول فمنطباخ عالمي معروف فحاول ناخد من الكتاب ديالو ونقدم لكم هاد الوصفة اللي هي رائعة جدا فالشكل ديالها في صراحة الله رائع اما المضاق فشي لا يقاوم والان عن قطع معكم واحد الطريف فاش عدي تشوفوا الشكل ديالها نهائي فكتشوفوا بحالي لاخد منها بشي خالط سائل بحالي كان الخالط ديال هاد العجين سائل وهو كيف ما كتشوفوا كان الخالط يعني بحالي العجينة ديال الخبز فالمضاق ديالو رائع وبالنسبة المكسرات سنعود نأكد فاخدوا اي نوع من المكسرات سواء بندوق سواء لوز سواء القرقاع فايشي متوفر عندكم او الليلة كان عندكم مثلا نجوش لحاجات متوفرين فيهم هير شوية شوية مثلا الخمسة وعشرين قرام خمسين قرام فتقدرو تخلطوهم وتديروهم يعني متخلطين فعدي يعطي واحد المضاق اللي عادي يكون احسن من يعني من خليط واحد فالشكل ديال هادا هو النهائي فالصراحة الله كتستحق تقدم حتى الضيوف راشي رائع والاكتر من دالك رساهلة وجد اقتصادية فكتشوفوا المكونات ديالا ما كناشي حاجي يعني لبيض الحليب فكنضون هاد المكونات متوفرين في جميع البيوت فكنتمنى الفيديو انى الاعجاب ديالكم فما تنسوش تبرتجيوه باش تعم الفائدة للجميع وإلى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله وكنشكركم بزفزفزف على جميع التعاليق ديالكم الجميلة وإلى اللقاء استودعتكم في يد الله الذي لا تدعو وداعه